السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب الشرح لي صدري ويسلي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه وقولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا خدعوك فقالو قبل ما نكمل آخر حلقة في حلقات خطوات الجواز والمفاهيم الخاطئة والخدع للواحد بيتخدعها هو بيبدأ يتقدم لعروسها وبيختار وبيتجوز عايز الأول أقول لكم تلات حاجات الحاجة الأولانية المرة اللي فاتت إحنا ماكملناش كلام على الخطوبة فهنتكلم شوية في بداية الحلقة على الخطوبة عشان إحنا اتكلمنا عليها بسرعة عن المرة اللي فاتت ففي رسائل كتير اتبعتت إن إحنا محتاجين نسمع أكتر شوية عن الخطوبة فهنلبي رغبتكم إن شاء الله الحاجة الثانية الحلقة الجاية فيها مفاجأة هنصدف ضيف معانا من من الشباب المحبوبين جدا جدا في الأمر العربية والإسلامية فخلوها مفاجأة إن شاء الله المرة اللي جاية الحاجة الثالثة الحلقة اللي جاية اللي بعدها يعني الحلقة اللي جاية معانا المفاجأة الحلقة اللي بعدها هتبقى حلقة بس للرد على أسئلتكم إيميالات كتير جات أسئلة كتير جاية على البريد الصوتي الرقم اللي بتشوفه مكاوم من أربع أرقام قدامكم أسئلة كتير جات وإيميالات على الإنترنت على مصطفحوصن.com فإحنا هنوقف تسلسل لحلقات وعلشان إكراما لضيوف أو إكراما لمشاهدي خدعوك فقالوا هنقعد الساعة كاملة نرد على أسئلتكم إحنا جمعناها ولخصناها في بعض الموضوعات وإن شاء الله نكون معاكم يعني نلتقي في الرد على أسئلتكم فيالله أسيبكم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يولا غدق مع بعض حلقتنا نبدأ الخطوبة وعدين الكلام على تكاليف الجواز ونختم بالفرح والجواز إن شاء الله فهسيبكم تصلى على النبي يولا نتقابل إن شاء الله كانت الحلقة اللي فاتت يا جماعة تكلمنا عن تفاصيل أيضا في اختيار الراجل اللي عارسته والست اللي عارسها والبنت اللي عارسها وبعدين ختمنا بالكلام على الخطوبة لكن كان الوقت جري مننا أوي فمنحن لاش نتكلم بالتفاصيل على الخطوبة فتعالوا يا جماعة دلوقتي نبدأ نتكلم بصرح إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا مرة اللي فاتت إن الخطوبة دي فترة تعارف ما بين العائلتين وما بين الولد والبنت فقلنا إن إحنا يا جماعة محتاجين إن إحنا نحكم العقل أوي 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 في فترة الخطوبة دي اي متطلبات شرعية او مثلا واجبات شرعية من تجاه الولد تجاه البنت والبنت تجاه الولد يعني لو سابوا بعض مفيش بينهم وبين بعض زي مثلا لو واحد ولي قدر الله مثلا طلق زوجته ولا حاجة لان الخطوبة دي هي وعد وليست زواج بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده عشان الكلام ده هيتبني عليه ايه المطلوب مني وايه الحقوق ايه عند خططي او عند خطيبي لو انا بنت فالكلام ده لازم يكون واضح يا جماعة عشان ما حدش ليحس بالتقصير ولا حد يفتكر نفسه مش مقدي الحقوق دي ولا حد يفتكر نفسه في حاجة مفهود يعملها ما بيعملهاش او يعمل حاجة يكسر بها الحدود اللي ربنا حطها لهذه الفترة خدعة كبيرة جدا جدا بتخدعها كثير من الشباب والبنات فترة الخطوبة الاوة ان فترة الخطوبة دي احلى فترة حب ايوة فترة الخطوبة هي فترة حب لكن اوعتت خدع في سواء كان اعمال فنية بتيجي في التلفزيون ان الخطوبة دي خروجات بعض الافلام يجيب لك طول الفيلم مخطوبين وبيخرجوا وبيروحوا بيسفروا وفي الاخر خالص يتجوزوا وحتى ما يجيبوش حياتهم بعد الجواز كانت عاملة ازاي ليه الحياة المفروض شرعية حلال فما تتخدعش ان الخطوبة دي فترة خروجات لوحدنا وفترة قرب اكتر من اللازم وفترة حب هي فترة حب في القلب لازم يكون بحب خطبتي ولازم تكون هي بتحب خطبها بس اخد بالك من الضوابط الشرعية عشان كده احنا عايزين يا جماعة واندر كان ده مرة اللي فاتت عايزين نبقى وسط ما بين التضييق قوي قوي تضييق الخناق على العلاقة ما بين البنت والولد ووسط ما بين الانزلاق التام وكأنهم بيتعاملوا كأنهم ازواج وزوجات مع بعض فعايزين ناخد بالنا من المسألة دي كويس جدا يا جماعة علشان كده احنا عايزين لأول نقول بعض الخدع اللي في طريق الخطوبة خدوا بالكم بعض الناس نصحته كده ما تبقاش حدوة يقولك في فترة الخطوبة حاول تختبر خطبتك وانتي حاول تختبر خطيبك عشان تعرفيه على حقيقته فيضطر ان الواحد يتخدع خدعوك فقاله يتخدع في ان هو يسمع كلام الناس يقولك حط خطبتك في مواقف اخلاقية عشان تتطمن على اخلاقها وانتي حط خطيبك في مواقف تتطمن بيغير عليك ولا لأ درجة ان انا سمعت قصة حقيقية واحدة بتقول له واحدة بتقول لها انا هبعتلك بوكي وردة على البيت عشان تتطمن بيغير عليك ولا لأ وعشان تستثير الغير عنده بحيث كده ايه تعرفي هو بيحبك ولا لأ بلاش تكلف يا جماعة بلاش نتخدع قدام كلام الناس اللي ما عندهاش خبرة خلي الحياة اصلا الحياة فيها كمية مواقف بتبين كل بني ادم وانسان على طبيعته فارجوكم بلاش حد يتخدع في كلمة تعال نختبر اللي قدامنا هو الواحد هو يختبر وربنا عز وجل هيبين شخصية الواحد ولعكس الناحية التانية جماعة بلاش تظاهر فترة الخطوبة بلاش كل واحد يتظاهر ان هو احسن انسان في الدنيا اتصرف على طبيعتك الطبيعة اللي ربنا خلقك عليها ده مش معناه ان احنا نتصرف على طبيعتنا فلو الواحد في مثلا اخطاء او عنده مثلا شيء هو مثلا مش متعلمه كويس او عنده مثلا بعض الاخطاء الاخلاقية ويطلعها كده قدام الناس عايزين نحافظ على مستوى الفظنة ونحافظ على تعاملاتنا ونعمل الناس بذكاء اجتماعي وكان المرة اللي فاتت لكن لازم كل واحد يظهر على طبيعته عشان لو مثلا انا بخطب خطبت تقبلني على طبيعتي واعرف انها ابلتني بعيوب دي ومميزاتي دي وكمان انا اقبل البنت دي بعيوبها ومميزاتها ده مش معناه ان مثلا نقابل بعض مبهدلين والبنت تقول طيب ما هو يشوفني قعدة في البيت كده وهو يقول انا هقابلها اقابلها وانا مش مهتم بنفسي ما هي في يوم الايام هتبقى عادة معاي في البيت وشايفين وانا تعبان ورجع من الشغل تعبان من الشغل عايزين نتجمل ولكن في الاطار اللي ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنه تعالوا نخش في الموضوع اللي حضراتكم بتسأل عليه كتير وهو الضوابط اتكلمنا عن المرة اللي فاتت بسرعة جدا فاتعالوا بسرعة نخص يا جماعة الضوابط الشرعية وانا قلت حاجة المرة اللي فاتت مهمة قوي لن يستجيب للكلام ده الا الناس المستسلمين لله سبحانه وتعالى فاكرين لما قلنا يا جماعة انت بتسلم نفسك للدكتور ازاي تبقى رايح عايز تتطمن على نفسك فاتسلم نفسك للدكتور لو قالك هبنجك يعني هخليك هديك بنجو وتبقى نايب وهفتح بطنك ونزل دم انت بتقول له حاضر لاستسلامك وثقتك في الدكتور اذا كان ربنا هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى فلما نتكلم على ضوابط الخطوبة لازم نستسلم لملك الملوك سبحانه وتعالى واللي يقول عليه نعمله واللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ارحم بينا واعلم بينا واحن علينا من نفسنا ومن اهلنا لما يقول لك خد بالك من الحاجات دي استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرب العالمين سبحانه وتعالى خد بالك خد بالك ان فترة الخطوبة دي اصبح البنت اللي مخطوبة واللي اتفسخت خطوبتها عندها لقب اسمها ان اتفسخت خطوبتها معين ده مش لقب لان واحدة تخطبت بتشوف عليه سئل المشكلة يعني وبعدين يتخطبه بيتعرف على بعض ائل المشكلة اللي خلا لقب و اللي خلا حاجة سلبية للأسف الشديد انه اصبح سمعة الخطوبة ان هي لازم يتمسك اديها ويتخرج معاها وتركب العربية وحاجات اكتر من كده كمان عشان كده يا جماعة لازم ناخد بالنا والكلم للبنات اكتر وايضا للشباب المفوط خطبتك دي اختك انما المؤمنون اخوة قبل ما تكون خطبتك فحافظ عليها زي ما انت تحب ان الناس يحافظوا على اختك وعلى والدتك لذلك لازم نعرف كويس اوي ان انا لو عايز اي حد عايز شوف خطبته لازم يشوفها في وجود محرم راجل من اهلها ما يعضوش لوحدهم مع بعض وحتى لو حب يخرجه يبقى فيه راجل الراجل ده مش قاعد معاهم وقالنا الكلام ده كتير قوي اسمه الخلوة اشتراعية ايش قاعد معاهم عالترابيزة لكن يبقى قاعد معاهم بعيد يشوفهم لكن فكرة ان انا اعدى على خطبتي اخدها وننزل نتفسح مع بعض ونرجع ونركب مع بعض العربية والحاجات دي يا جماعة في حاجة اسمها سد الزرائع ايه سد الزرائع ان احنا ما نعملش حاجات تفتح ابواب معاصي اكبر فبنسد ذريعة يعني سبب المعاصي الاكبر عشان كده حتى العلماء قالوا ارجوكم يعني مخطبين بلاش كلام حب البعض بلاش كلام حب بيكلمها لسه خطب الله ازايك يا حبيبتي تقوله ازايك يا حبيبي ماينفعش يا جماعة تقول لي ليه احنا لمسنا بعض قولك معلش كلام الحب ده انت عارف البني ادم بطبيعته كما قال رب العالمين زين للناس يحب الشهوات من النساء البني ادم بطبيعته يا جماعة بيحب المزيد من كل حاجة كما قال صلى الله عليه وسلم لو كلن ابني ادم وادياني من ذهب لابتغى لهما ثالثة عايز بقى عندي ودي تالت من ذهب ولا يملأ جوف ابني ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب فالبني ادم بيتطلب كل حاجة وكل ما يحوز شيء بيحب اكتر منه وبالذات علاقته بالجنس الاخر فاحنا لازم نسد سبب اي فتنة فبلاش كلام الحب ازاي كنت عايز تعبر عن انبساطك قول انا مبسوط ان احنا تخطبنا انا نفس ان احنا نتجوز بسرعة لكن حبيبي وحبيبتي والكلام ده خد بالك ده بيبقى خطوة على خطوات التقارب اكتر بين الخطيب وخطبته وده بيقدي المعاصي يا جماعة والقصص انتوا عارفينها اكتر يعني مني وحالات فسخ الخطوبة والجواز اللي فيه طلاق في بداية السنوات الاولى كتيرة بسبب نزع البركة بسبب هذه المعاصي فاخدوا بالكم من كلام الحب خدوا بالكم من الخروجات لوحدكم ارجوكم يكون معاكم حد حتة مهمة جدا جدا ما ينفعش يا جماعة راجل يلمي الست الا من محرمه يعني ينفع يسلم على امه ينفع يقبل امه ينفع يسلم على خالته وعمته وكذلك يقبلهم لكن ما ينفعش يا جماعة ان الواحد يلمس خطبته ما تلمسش خطبتك ولا هي تلمسك حتى ان بعض الناس بيسأل السؤال ده وانا قلت لكم الكلام ده احنا يا جماعة بنكلم ناس مستسلمين لله طيب في الخطوبة يعني مش هلبسها الدبلة يعني يا جماعة عايزين نرجع دينا لبيوتنا ايه المشكلة لو والدتك هي اللي لبستك الدبلة ولبست لخطبتك الدبلة